في بقية الآية المعروفة عن أسماء الله الحسنى في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءَهِ ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد بشكل عام لغة يعني هو الانحراف من الحق إلى الباطل يعني في خط مستقيم فهو لو انحرف الانحراف عن الخط المستقيم يسمى ألحد أو في لحدة وفي ألحد لكن المعنى واحده هو الانحراف والميل عن الحق إلى الباطل أو عن الصواب إلى الخطأ هذا هو الانحراف طبعا يعني هذا يطلق على كل أصناف الإلحاد يعني القديمة والحديثة وأنها في النهاية انحراف وميل وزيغ عن الطريق الصحيح هنا بمعنى الإنكار طبعا معنى الإنكار معنى الضلال ضل وهو يعني الحد ضلال وانحراف ضلال ميل زيغ كل ذلك معنى واحد طبعا بتصف خروج عن الخط المستقيم أو عن النهج المستقيم فمن هذا المنطلب هناك من ألحد في أسماء الله الحسنة بمعنى خرجوا بها عن ما وضعت له أو يعني عن معانيها التي تحتويها هذه الأسماء فمثلا المراد بالملحدين هنا وذر الذين يلحدون هم المشركون هم الذين كانوا يلحدون في هذه الأسماء فكانوا مثلا يأخذوا حروف هذه الأسماء ويدخلوها في أسماء آلهاتهم فكانوا يقولون مثلا كانوا يسمون آلهاتهم الأوثان اللات والعزة ده حتى تلاقيها وأخذوها من الله العزيز مثلا ومنات السالسة الأخرى برضو أخذوها من المنان اسم المنان طبعا أنا عرف أنه من أسماء الله الحسنة فهؤلاء يعني أخذوا الأسماء الحسنة وألحدوا يعني انحرفوا بها عن طريقها المستقيم وسموا بها أو بحروف من مادتها الأوسان وهذا انحراف أن تسمي الأوسان بأسماء الله سبحانه وتعالى أيضا من الإلحاد اللي هو يعني تفسير الأسماء الحسنة بما يوهم أن الله مشابه للخلق يعني يأخذ مثلا نص ويقول لك الله قال هكذا مثلا فاصبر فإنك بأعيننا وتقول لله عين سميع فإذا لله آذان سميع له أذن بصير له عين قوي له قوة أو له زراع أو له كذا هذا إلحاد في الأسماء يعني تشبيه بالبشر لا يقوز لأنهم يعني أخذوا الأسماء انحرفوا بها عن معناها وقربوا بها بين الله أو أوجدوا شبها بين هذا الإسم والمسمى بالإسم البشري والمسمى البشري فهذا أيضا يعني من الإلحاد في الأسماء ودي موجودة في يعني حتى في بعض الفرق الكلامية طبعا عن حسن النية يعني فإنما ربنا حذرنا وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يكتبون وذروا هنا بمعناها دعوا وتركوهم تركوهم لمصيرهم لمصيرهم طبعا ولا تناقشوهم وكثير في القرآن الكريم آيات يعني توجه إلى أنه الأول تناقشوا بالحسنة فإلا ما استجب فدعه لله يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما قالش بعد كذا يعني أقتله ولا دعه إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيل وهذا يعني بيقوله زي ما بيقوله المنفسة بتاع الدعوة إلى الله وده إحنا يعني نهديه للشباب اللي هو لازم يغلبه كما ما يتوقعش أنه قد يكون مغلوبا فهذا خروج عن منهج القرآن في الدعوة إلى الله وهي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالمنطق بالعقل وبالحكمة والموعزة الحسنة يعني قل له والله يا أخي ما تفكر كويس ما يمكن مثلا بعد الموت يحدث هذا ما ممكن كذا يعني ثم أجادلهم باللد لو دخلت في جدال يعني باللد حتى مع أهل الكتاب حتى مع النصارى حتى مع اليهود يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالله هي أحسن